السلام عليكم ازايوكو اخباركوي اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال فيديو جديد النهاردة واكتر من سيدة وحبيت ابدأ طبعا معاكوا بقى كده بالسيدة روسية اللي ممكن يكون كلنا بنحبها طبعا بقى النظام والترتيب وكمان الاهتمام بالمنزل ومشتريات البيت وفي نفس الوقت اللي استعداد بقى العيد الاضحى المبارك كل سنة ونطيبين يدعاد علينا كده وعلى الامة الاسلامية والعالم كله بخير اللهم امين دايما كده نكون ان شاء الله متجمعين مع بعض مفيش اي حاجة تفرقنا ابدا فتيجي تبوصي كده على شوية بقى المشاعر الحلوة اللي زي دي ووصي طبعا بقى كده الصفرة اللذيذة للسيدة بتدي بتحضرها ووصي كمان بقى تحضراتها والنظافة دلوقتي اللي هنشوفها ومش هي بس ستات كتيرة جدا في كل مكان في العالم خلاص طبعا بتستعد دلوقتي للاجواء السعيدة اللي زي دي فيالله بينا مع بعض نستمتع بفيديو النهاردة اتفرحوني اكيد بلايكاتكم الحلوة والصلاة عن نبي كمان تحت في الكومنتات ويلا بينا مع بعض نشوف طبعا حملة التنظيف اللي هيا بتقوم بيها طبعا بقى بدأت تفرش السجاد جابت كمان هنا برضو كده الركنة بتاعتها الصفرة بتاعتها بدأت تغير في الاماكن تجادت شوية تخسليهم بقى كمان كده على الجاف يلا بينا نشوف كده التوضبات اللي هيا هتقوم بيها وشكل بيت اللي بيفرق جدا معنا من نظامه وترتيبه ونضفته والروح الحلوة بالفعل اللي هيا بتقوم بيها غسرت كل حاجة هنا يعتبر معنا كده الغسيل الجاف طبعا فيه ستات كتيرة عندها الأدوات بقى الأول الماكن اللي انتي بتخسلي وبتشفاتي بيه الأطربة والبقع اللي موجودة عندك في الكنب مفيش عندك زي كده بتعمل الخلطات القوية دي على قديكي لما عيت النجف بتاعها اظن شكل البيت دلوقتي بيتكلم عن نفسه وبتقول لك انا عندي كده شوية ملابس طبقت الملابس بتاعتي معينتها طبعا بقى الملابس كمان اللي محتاجة مكوى قامت بكل ده وطبعا بقى تلميع كده الغرفة في النهاية تزبطها أكتر تديها كده وش بالمكناسة بتاعتك وتزبطي الدنيا تلميع لكل حاجة ممكن تكون موجودة على تسريحة بتاعتك لحد ما توصي للشكل النهاية اللي انت شايفها ده شكل البيت يا جماعة بسطته ونضفته وجماله مش شرط طبعا بقى يكون فيه كل حاجة على الرجم طبعا ان ما شاء الله امكانيات هالمادية بينان هي كويسة جدا ولو لاحظته كمان واللي عارفنا وبيتابع السيدة دي عارف ان هي كل فترة كده بتجدد حاجة في البيت يعني ممكن يكون الاول كان عندها المنزل في بعض الاساس البسيط جدا وبعد كده كل فترة بتحاول تجدد وتغير وتبقى موجبة للموضة أكتر فأظن معظم السيدات بتوصل دايما معانا للمرحلة اللي زي دي وشكل البيت بيتجدد وبيوصل معانا لمرحلة ممكن تكون جديدة جدا التفاصيل دي طبعا بنبدأها مع بعض وبنشوف كل التغيرات دي وبنحاول كمان نجدد ونزبط الدنيا أكتر لحد ما نوصل للشكل والنتيجة الجمالية اللي احنا عايزينها يلا بينا كمان دلوقتي نشوف مشترياتها العيد وملابس العيد والتحضرات اللي كانت بتعملها ووسط دا كله يلا بينا كمان دلوقتي مع بعض نشوف يا ترى دلوقتي هتاخدنا معاها جاول الفين طبعا سيدات كتيرة جدا بتخرج بقى اليومين دولة عشان تبدأ تجيب كل المشتريات وتحضرات البيت اللي هي محتاجاها وكمان تنظيفات البيت اللي مش بتخلص أبدا وبتحاول طبعا تزبط بيتك بكل دي كوراته اللي تحضيرك بقى الحلوة اللي انت اكيدة تبدأ تزبط بيها الصفرة بتاعتك في استقبال العيد ممكن تاخدي معانا بقى أفكار من الحاجات الحلوة اللي زي دي اللي عزومات حتى اللي انت بتعمليها أطباق الفاكهة اللي هي مميزة وبترصها بطريقة ممكن تكون شيء جدا غيرك ما يعرفش ان هي عملها وبتثبت لنا قد ايه ان هي شاطرة فيها تعلم بنات كتيرة يمكن لأول مرة ممكن يعملوا الخطوات اللي زي دي فعشان كده شكل البيت بكل تفاصيله بأكلاتك ووصفاتك اللي انت بتعمليها ومش معانا ان هي شاطرة في تنظيفات البيت وتجديده وتغييره يبقى مهملة مثلا في تحضير الأكلات والوصفات بتاعتها هي بتثبت لنا ان هي شاطرة في كل حاجة وشكل بيتها وطريقة اهتمامها بنفسها بأكلاتها بوصفاتها ببيتها بشكل كمان الصفرة تفتح النفس جدا يعني هتلاقيها الشاملة معانا لكل حاجة ومش هي بس الوحيدة زي ما قلت لكم في البداية لسه معانا ستات كتيرة هتشوفوهم وتتفاجئوا بيهم النهاردة كمان من خلال فيديو النهاردة بتورينا كمان دلوقتي كده شكل الدولاب اللي كانت بتعمل بقى تنظفات عميقة هنا في الغرفة دي وبتورينا كمان شكل غرفة النوم التلاجة بتاعتها كانت جايباها شوية مشتريات وكاية منوظفاتها الاول شكل كمان بقى كده البيت باستعداداته طبعا لشهر رمضان الكريم اللي عادة معانا يعني طبعا يعتبر كده بجمعلك احداث كتيرة حلوة مرت معانا الفترة اللي فاتت وسط كل التجديد والتغيير اللي هي كانت بتقوم بيه وتحضيراتها طبعا للاكلات ووصفات اللذيزة جدا ممكن تكون بتبهر بيها ضيوفها تقولك انا حتى كمان في العادي بحب دايما اقدم الاكلات والوصفات بتاعتي بالطريقة لتفتح النفس اللي زي دي مش مجرد تحضيرات عادية ولا اكلات عادية ولا وصفات تقلدية ابدا هنا كمان برضو حتى الفطاير طبعا اللي بتعملها على البخار زي ما شوفنا اللي الستات الروسية تبقى شطرة فيها جدا وزي ما قلتلكم في البداية النهاردة اكتر من سيدة تركية روسية يعتبر كمان سيدات اسيوية كل اللي انت بتفكر فيه هتلاقيه معانا ان شاء الله من خلال فيديو النهاردة وطبعا باقي كيتشاوم هنا معانا في الفرن معظم باقي يعني يعتبر الاكلات والوصفات اللذيزة جدا مع الحشوات اللي عملها من جوة فكلا الحالات كده بتورينا قد ايه ان هي وصلت معانا لخطوة ممكن تكون مظبوطة جدا كل حاجة بتدور عليها وبتحلال بيها هتشوفيها معانا وندخل كمان دلوقتي مع بعض تعالى سيدة تركية نشيطة وحريصة جدا ان البيت عندها يكون في اجمل صورة حتى بلكونة بتاعتها بلكونة المطبخ كل الحاجات دي كيف تهتم بيها ووسط ده كله تعالوا مع بعض كمان نشوف دلوقتي كده الفطاير اللذيزة اللي هتعملها معانا السيدة التركية اللي قدامنا دي هي واختها وهي وصديقتها طبعا اتجمعوا في يوم حلو كده كله طاقة ايجابية وسط الجينا الحلوة اللذيزة اللي قدامنا وهم الاتنين بيساعدوا بعض عشان نطلع معاهم كده بنتيجة حلوة وممكن تكون وصفة لذيزة وجميلة جدا ويلا بينا كمان دلوقتي مع بعض نشوف كده شكل وصفتنا والاكلة اللذيزة اللي هتقوم معانا بيها والتغيير والتجديد اللي بالفعل ممكن كلنا مستنينه فعشان تكوني طبعا ست بيت شطرة وحريصة دايما على كل حاجة عندك تعالوا مع بعض دلوقتي نجدد ونغير ونشوف اكلاتنا وصفاتنا الحاجات الحلوة والمشاعر الحلوة اللي احنا بنكون طبعا بيستنينها وندخل هنا كمان دلوقتي مع سيدة تانية روسية والاكلات والوصفات بتاعتها ما اقول لكوشبا واهتمامها كمان بمبخة وكل حاجة ممكن تكون موجودة عندها يعني في ابسط الامور لأكبر الامور هتلاقوها بتعمل كل حاجة ممكن تكون لذيذة الاكلات الدسمة الاكلات الخفيفة المهم طبعا كل ستة دول بيبقى ليها كاتكات معينة في الاكل او الوصفات بتاعتها بتحاول طبعا تجادت دايما في الاكلات دي ما تبقاش بقى الاكلات العادية والتقلدية اللي احنا عارفانها وعامة حتى طريقة الاكل وتقديمته للاكل ذات نفسها بتفرق جدا حتى هنا كمان مسترياتها ويلا بينا مجرد ما كانت بورا البيت رجعت معانا دلوقتي وبدأت بالفعل تظبط الدنيا اكتر وترجع كل حاجة لمكانها ونهتم طبعا بقى بشكل البيت باكلاته بوصفاته بتاكات والحركات وتقطيع الفجهة وازاي كمان تعنيها معاك في التلاجة ممكن تكون مضيفة والازيزة جدا مفيش فيها بقى الحاجة ممكن تكون بايزة ولا الكلام ده كله يعني بتهتم بكل حاجة انت ممكن ما تكونيش واخد بليك منها ابدا حتى كمان طريقة التقديم هي دي الحاجات اللي احنا طبعا بنحاول نشوفها طبق السلطة مش مجرد طبق عادي وتقريدي كده بل بالعكس حاجة تفتح النفس جدا سيدة تانية السيدة بقى لقدامنا دي تعالوا مع بعض اقولكوا حكايتها هي الطييدوب لسه دلوقتي بتحضر ان يتنقل في البيت الجديد لقدامنا ده وبتقولنا طبعا عملية النقل من بيت لبيت بتاخد وقته مجهود كبير جدا وقص ده كله بتحاول دايما كمان ما تنساش الغسيل ابدا لان طبعا الغسيل ده لوحده من الحاجات اللي لو جتي تتفاجئ هتلاقيها بالفعل بتاخد معاك مجهود كبير كل يوم محتاجة تغسلي ولو اهملت فيها هتلاقي مشاء الله عندك في النهاية كمية كبيرة قوي وبتقولك بدع ربنا ان انا انقل البيت هنا قبل العيد يعني بتحاول طبعا تستعاد بكل طاقتها عشان تنقل هنا وبتقولني يا في قمة استعادة لان البيت ده عملته بكل حب وعملت فيه كل خطوة هي كانت بتحلم بيه تعالوا نشوف كمان دلوقتي كده جزء من تنظفاتها وتقضباتها في البيت كمان بعد عملية النقل وطبعا بتقولك فيه حاجات كتيرة ان شاء الله هجددها معاكم الفترة الجاية ويمكن كمان ان شاء الله هاردلكوا ده هنا مع بعض في القناة فتابعوني عشان تشوفوا كل جديد معايا ان شاء الله واكيد طبعا حاجة مش هننكرها ابدا هتنقل من بيت لبيت او تنظفات العيد عمتا يبقى غسيل السجاد وهنا كمان زوجها قرر ان يساعدها في غسيل السجاد زي ما انتو شايفين بالمية والصابون والرغاو الحد ما هنخليه زي الفل اتمنى من كل قلبي لو عجبكم فيديو النهاردة وما تنسونيش وتنسوا القناة بلايكاتكم الحلوة وحمسكم ومشترككم معايا